تكريم الطفلة الإسماعيلي ووالدها بعد مباراة الداخلية قصة التحمل وولاء في وجه الظروف القاسية في خطوة تعكس الروح الرياضية والوفاء قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي تكريم الطفلة مايا ووالدها تامر عرفة الذين حضر المباراة الفريق ضد الداخلية في ظروف جوية صعبة للغاية وقد أظهرت مايا شجاعة فائقة حيث قامت بمسح العرق عن وجه والدها في الصحون المتقدمة من الحرارة وهو مشهد لقى استحساناً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي وقدم رئيس مجلس الإدارة المهندس نصر أبو الحسن شكره الخاص للطفلة ووالدها معبراً عن امتنانه لدعمهما اللافت للنظر للفريق في ظل الظروف الصعبة وفي إطار المباراة نفسها نجح الفريق في تحقيق الانتصار بفارق الضائيل حيث سجل هدف الفوز في الدقيقة 17-19 من الوقت الضائع مما رفع رصيده إلى 25 نقطة في دوري آيل ترجمة نانسي قنقر